السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخونا اشرف من اسفي السلام عليكم مرحبا الله يبثك مولاي الحمد لله الله يحفظهم جميعا الله ينوركم بنور الله اخويا عزك الله اخويا احفظك الله ورعك اطلب منك حد طالع ايه مرحبا اود ايه احد جدد يمك اتنور من الحجر ايه او مع الواليد الوالدة يسمعلك ذا الله يطب العمر ويحفظهم يا رب الله يبارك فيك لا حفظك شكرا لك اشرف شكرا لك بارك الله فيك شكرا لكم الله كبير هذا عظيم بعد ديني يوم الله العازم الله يحفظكم يا مولاي الله يحفظكم سي اشرف شكرا لك يعلي دراسك يا ولدي بارك الله فيك شكرا واخبر شكرا سي اشرف وتحية كبيرة لساكنة اقليم اسفي واقليم اسفي معروف كانوا في المساجد وكانوا في الزوايا وكانوا في دور القرآن وكانوا في واحد المجموعة كبيرة من العلماء والفقهاء والمحدثون والمفسرون والناس كانوا حولهم يتحلقون وهدفه عطش لأهل أسفي في العلم وعندهم عطش في التفاق في الدين وفي الدكر وعندهم بعض الأولياء الصالحين منهم سيد محمد صالح بإقليم أسفي هذا العلم العظيم في أهده وقعت أحد الواقعة غريبة وهي أنه عدم الأمن من المغرب إلى الحجاز ما بقاش الحج فالاخر السافر لا يرجع وكان هناك قطع طرق أيام زمن ما كان هناك درك ملكي ولا جمارك ولا أمن وطني ولا شرطة الحدود كانت الأمور هكذا كل منطقة عندها حراسها فان عدم الأمن وكان الحاجيج إن مشاو ما يرجعوش يتم اختطافهم من طرف قطع الطرق يسلبون أموالهم ويسبون نساءهم ويقتلون رجالهم اجتمع الفقهاء ودروا مجلس فتوى في المغرب فقالوا ما حكم الشريعة الإسلامية في هذا الوضع وضع في تسيب أمني فأفتل الفقهاء بأن الحج في هذه الظروف ليس بالواجب لمن استطاع إليه سبيل وهنا تنتفي الاستطاع ومن ثم قالوا نعطل الحج فتعطل الحج في المغرب تعطل العام الأول عام الثاني عام الثالث رأيت ما تنصلح الأمور وصار الوقت هكذا حتى مرت أربعين سنة أربعين سنة ما في حجاج يحجون من المغرب إلى أرض الحجاز الأرض كلها خطر فقام واحد الرجل من أسفي اسمه محمد صالح أبي محمد صالح رجل عادي لكن في قوة الإيمان وقوة اليقين وكان عنده العائلة دياله متدينة وجدته متدينة والده متدينين فقالوا خصمي حجه قالوا رأي ما يمكنش قالوا ما يمكن نصنع الممكن فن الممكن فمدى فعل هذا الرجل أنه جمع الشباب وترين بهم لعب بهم الرياضة ودربهم واحد القوة عسكرية شباب عاديين كيدخلوا وترين بهم علموا فن الحرب فن المواجهة فن القتال وكان بعد أن يربيهم على القتال والرياضة كان يجلسهم ويعلمهم ذكر الله لم يكن عالم العلماء ولفقهم الفقهة ولكن كان عنده محبة للذكر ليجتمعون لذكر الله ليقرؤون القرآن العظيم ولما ينتهون ليبدأون في التسبيح والتكبير والتهليل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وعندهم عارف متواضحة لكنهم عندهم إيمان قوي وعندهم قلب طاهر ملكون هؤلاء الشباب وانطلق من إقليم أسفي دار زوايا زاوية انطلق من إقليم أسفي وغادي في خط مستقيم إلى أين إلى مكة المكرمة وقول له الحاجيش قالوا من راكين الحاجي يالله كيتموا غادي الحاجي لبس الإحرام وتابعينهم فرق دي الشباب أعطاهم وفر وفر ماديات وقلب من هنا وهناك ليقلب كيوجد فن الممكن دار خيول ودار شباب حالجند ودار اللي هم السلاح وقول له كيتموا غادي مرافقين للحاجيش حتى كيوصلهم وحد المقر زاوية هذيك الزاوية على امتدى مثلا خمسين ستين كيلومتر كيقوا زاوية كيوقفوك يرتاحو كيدخلوا ثم هذيك الزاوية ينامون فيها يغتسلون فيها يأكلون ويشربون وكيبقوا ثلثيام اربع أيام باش يلتقطوا الأنفس ديالهم ويقرؤون القرآن لختمة القرآن والذكر ومن لكي ساليو هذو كلي وصلهم كيرجعوا إلى مقر زاويتهم الأولى وكيلقوا في استقبالهم شباب آخرين كيوصلهم للزاوية الثانية هكذا على امتداد خط آسف مكة المكرمة كانوا مجموعة من الزاوية وبين ستين سبعين خمسين كيلومتر كينا زاوية اشنا هي الزاوية؟ هي غير المسجد المسجد مكان للصلاة للعبادة والطاعة والسجود والرقوع لكن الزاوية هي عبارة عن مقر في الصلاة والعبادة وفيه تنم وفيه تنطعام وفيه تنطع اجتماعات يعني هوية مأخود من السنة النبوية الشريفة من أهل الصفة كان هناك المسجد النبوي وبجانبه كان هناك الصفة هو مكان ضليل بالقرب من المسجد النبوي يجتمع فيه الصحابة الفقراء ضعفاء لمعدم لمسكن ولمأوى وكانوا ينامون هناك ويأكلون هناك وتفرعوا لطلب العلم وللذكر هكذا صنع ابو محمد صالح واستطاع بدلك ان ينظم الحج اول مرة بعد ان انقطع اربعين سنة بالمغرب ومن تم بدأت الوفود اللي بغي يمشي الحج في المغرب كله كي هو تلأس في اللي بغي يمشي من طانجا ولا من تطوان ولا من اجدير ولا من ترودانت ولا من الصويرة ولا من اي منطقة من الرباط او من العرائش كيمشي تلأس في وكيمشي الوفد ديال ابو محمد صالح وبقي هذا الامر حتى استتبى الامن ولما توفي الرجل صار رمز من رموز رجالات المدينة بل من رموز رجالات الدولة الصالحين رجال الله الصالحين وبنوا عليه ضريح ودبل انسكي سوفوكي سلمو عليه ويترحمون عليه على ما فعل هذا في اقليم اسفي فشكرا لاخي استي اشرف من اسفي واحنا غايتنا من اداعة من الراديو ان تكون اداعة العائلة انك تجتمع العائلة كلها الام والاب والجد والجد والوليدات يجتمع حول العائلة ويلتفون ونفتح النقاش ونفتح الحوار وكل ما يستشد من الحياة وننطلق دائما من كلام الله جل علاه لانه كل من طلق من كلام الله حالفه الصواب فاسأل الله الكريم يا اشرف ان يصلح الشبابك اللي اعطك وولد النجاح والفلاح ويعطك الصلاح وتكون شاء الله من العلماء العاملين ومن الصلاح دين البلاد وتحية كبيرة لجدتك هاد الجد سعداتها هاد الجد ده بالان دون ان تشعر ركتكم باعظم استثمار انها توقيد حفيدها لسلاة الفجر شوف على تفكير هذا استثمار عظيم استثمار في جنب الحسنات من اللي كتفيق احد الوليد لسلاة الفجر وتعلمه ذلك كتخذ اجر وتواب عظيم وكيبقى حبوس حبوس اجر وتواب عظيم اسأل الله تعالى ان يطين في عمرها ويرزقها المدد ويشفيها ويعافيها ويبارك فيها والوالدين الله مرد زيد بنتهم مودة ورحمة واغنيهم بفضلك واسعد حياتهم يا ربي يا كريم واسأل الله تعالى ان يكتر من هذه العائلات المغربية اللي كتجتمع على ذكر الله وتجتمع على فعل الخير وتجتمع على الدعاء الصالح اللهم امين يا ربي يا كريم ايها الاحباب الكرام معنا مكلمات كثيرة ولكن الوقت قد ادركنا وغايتنا ان نقوم وحد دعوة دل الخير احنا محتاجين جميعا دعوة دل الخير ودعوة دل الرحمة ودعوة دل المغفرة ادعوكم جميعا ان نتوجه الى الله جل جلاله الى الباري سبحانه وتعالى الى مالك الملك الذي امره بين الكاف والنون اذا قضى امرا انما يقول له كن فيكون الى من بيده ملكوت السماوات والارض واليه ترجعون ندعوه سبحانه وتعالى لكي يفتح لنا ابواب التيسير ويفتح لنا ابواب الفرج ويغلق عنا ابواب التعسير ويحفظنا وياكم من الامراض والاسقام والعلل والافات وان يصلح ابناءنا وبناتكم واولادنا واولادكم وان يجمع شملنا ويؤلف بين قلوبنا ويغدخ علينا من نعمه وهي كثيرة جدا نعم الله كثيرة افضل طريقة للاغتناء وافضل طريقة للشفاء من الامراض والسقام وافضل طريقة لاصلاح ذات البين وافضل طريقة لتربية الاولاد وافضل طريقة لحل ازمة السكن وازمة التعليم وازمة الامر العام هي ان نكتر من الدعاء للباري عز وجل فيبسط علينا من رزقه ويبسط علينا من نعمائه ويغدق علينا من عطائه فيفض عن الخير في كل مكان ونحمى من كل سوء ومن كل شر اسهل طريقة لا تحتاج الى عقل ولا الى علم ولا الى بحث مضني تحتاج فقط الى قلب سليم لان ربنا عز وجل يقولنا يوم القيامة كل شيء في الدنيا لن ينفع الا شيء واحد الا من اتى الله بقلب سليم ادعوكم ايونا احباب الكرام كل واحد يضع كلمة لا اله الا الله القلب السليم باش يتنقع كنقل كلمة لا اله الا الله او نقول يا الله يا الله فكنق القلب من الصدق وكنتنقى القلب من الالم وكنتشافى سبحان الله العظيم افضل طريقة لحماية القلوب من الامراض والاسقام ما تخضع لعملية جراحية ما تحتاج الى ادوية وي ان قلبك ممكن ان يكون اقوى من قلب الاسد عن طريق ذكر الله كلمة لا اله الا الله او كلمة يا الله كتطي قوة عظيمة واتشير معترف به في التاريخ عبر المرور الزمن وفي كل الاقوام وفي كل الجنسيات كل من ذكر رب العباد زاده الله نورا وضياء هيا بنا نذكر الله تعالى ثم نرفع اقفة دراعة اليه نستجلب منه الرحمة والعطاء والمدد ونقول الله يا الله يا الله لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم انت ربنا لا اله الا انت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعود بك من شر ما صمعنا ونبوء لك بنعمك علينا ونبوء بدنوبنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الدنوب الا انت يا الله يا الله اللهم ااتي انفسنا تقوها وزكها انت خير من زكها انت وليها ومولاها يا الله يا الله يا الله اللهم اغفر لنا خطايانا وجهلنا واسرافنا في امرنا وما انت اعلم به منا اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل دلك عندنا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة يا الله يا الله يا الله اللهم اننا عود بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن ادن لا تسمع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها يا الله يا الله يا الله اللهم اننا نعود بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل ونعود بك من شر كل سوء نعود بك من زوال نعمك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك يا الله يا الله يا الله اللهم اننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عن الناس اصلح لنا يا ربنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخيرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموتى راحة لنا من كل شر يا الله يا الله يا الله اللهم اننا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لنا وترحمنا واذا اردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين نسألك يا مولانا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك يا الله يا الله يا الله نسألك اللهم يا رب العالمين العفو والعافية في ديننا ودنيانا وفي اهلنا واموالنا اللهم عافنا في ابداننا وعافنا في اسماعنا وابصارنا وعافنا في نفوسنا وفي كل احبابنا وذريتنا يا الله يا الله يا الله اللهم اننا نعود بك من الهم ومن الحزن ومن الكرب ونعود بك من العجز والكسل ونعود بك من الجبن والبخل ونعود بك من غالبة الدين وقهر الرجال يا الله يا الله يا الله اللهم اصلح لنا ديننا ووسع لنا في ارزاقنا وبارك لنا في ديارنا اللهم يا رحمن يا رحيم نعود بك من الهدم والتردي ومن الغرق والحرق ومن الهرم نعود بك أن تخبطنا الشيطان اللهم يا رب نعود بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء اللهم نعود بك من غلبة الدين وقهر العدو وشماتة الأعداء اللهم يا رب العالمين أستر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعود بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا الله يا الله يا الله اللهم إنا نعود بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم يا الله نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولدة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غرد الراء مدرة ولا فتنة مضلة اللهم يا رب احفظنا من كل الأفات واحفظنا من كل المصائب واحفظنا من كل وباء واحفظنا من كل مرض واحفظنا من كل فتنة واحفظنا من كل غلاء اللهم احفظنا أجمعين بما حفظت به القرآن العظيم احفظنا أجمعين بما حافظت به الحرم الشريف احفظنا أجمعين بأسمائك الحسنى وصفتك العلا اللهم يا رب العالمين كلنا وليا ونصيرا وخير حافظا بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا ديننا الذي هو عزمة أمرنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وكلنا وليا ونصيرا واجمع يا رب شملنا ووحد فرقتنا واجعلنا على كلمة سواء واجعلنا على الخير واجعلنا على الهدى اللهم رد بنا جميعا ردا جميلا يا رحمن يا رحيم وافتح لنا أبواب العطاء وافتح لنا أبواب الكرم وافتح لنا أبواب الجود إنك أنت الرحمن الرحيم بحرمة وبركة وسر بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد بن عبد الله القائم بأمر الله ما ذاق أمر إلا فرجه الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله